بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الخامس من الشابتر الثالث بعنوان Application Centering the Drawing in the Middle of the Sheet سوف نأخذ مثال تطبيقي ونبدأ بتحديد نقطة البداية هنا عندنا المنظور الليزومتريك بتاعنا وعنده في اتجاه الـ X طول 100 ده طول بتاعنا 100 وفي اتجاه الـ Y عندنا 50 ده 50 بتاعنا وفي اتجاه الزد عندنا 105 جبناها ازاي 105 عندنا 50 زايد 30 زايد A زايد الـ RD اللي هي 25 هنرسم الخط الموازي ده للخط ده اللي هو طوله 105 عشان نكمل البوكس بتاعنا ومن هنا كمان ارتفاعه 105 وبعدها نوصل للنقطة هذي بهذه ونكمل متوازن مستطيلات اللي هنرسم داخله المنظور بتاعنا هنا محتاجين نحسب الارتفاع ده الجملي اللي هو ايه اللي هو 05 ضارب 50 05 وقلنا هي الصاين 30 ضارب 50 بتاعتينا 25 هنضيف للـ 25 ده 105 اللي هو طول الذلعدة وهنضيف كمان طول الذلعدة اللي هو صاين 30 ضارب 100 اللي هو 50 يعني هنا الارتفاع الكل بتاعنا ده هيكون كم هيكون 50 أو 25 زايد 105 زايد 50 هيعطينا كم هيعطينا 180 180 هنشيلها من كم هنشيلها من 247 ونقسمها على 2 نتحصل على 34 34 دي بتمثل الفراغ اللي فوق والفراغ اللي تحت يعني عشان نحدد نقطة البداية دي هذه نقطة البداية بتاعنا في الرسمة دي محتاجين نرتفع من هنا مسافة كم مسافة 34 باقي ايه باقي نحسب المسافة هذه هنعمل نفس الحاجة هنحسب العرض الكل بتاع البوكس بتاعنا هذا العرض الكل بتاعنا محتاجين نحسبه الجزء ده هو عبارة على كوزاين 30 ضارب 50 50 دي بتمثل ايه بتمثل الوتر طول الظلع ده بنتحصل على كم بنتحصل على 43 طول الجزء ده هو كوزاين 30 ضارب 100 100 هي طول الظلع ده اللي هو ايه اللي هو الوتر بنتحصل على كم بنتحصل على 87 يعني العرض الكل بتاعنا ده هو ايه هو 43 زايد ايه زايد 87 بيعطينا كم بيعطينا 130 130 هنشيلها من كم هنشيلها من 200 200 هو ايه هو عرض نصف الورقة بتاعنا هنتحصل ونقسمها على 2 نتحصل على ايه على 35 يعني المسافة الفاضية ده هذا الفراغ طوله 35 هنضيف 35 ليه 87 35 زايد 87 هيعطينا كم هيعطينا 122 يعني نقطة البداية بتاعي موجودة على اي مسافة من اليمين موجودة على مسافة 122 وكده حددنا ايه حددنا نقطة البداية بتاعنا